مثل المنظمات المدنية والإنسانية في تعاملها مع أزمة شتاء المخيمات كمثل رجل تلقى مئة ضربة غدرا عبر الزمن ومنذ تشكل الفصول الأربعة وتتابعها يأتي الشتاء مع مطره وبرده ورياحه إلا أن المنظمات الإنسانية ومنذ بدء حملات النزوح يشعرونك بأنهم في حالة من الذهور والاستغراب من قدومه ليبدأوا بالعمل في الوقت بدل الضائع وقيل قديما أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل إلا أن التأخر هنا يعني مزيدا من المعاناة والمشقة مخيم الكرامة عام 2015 والله طعنتنا طعن الوحل والهني ألحظ بدي أصل على بيجيران ما أقدرت مخيم العمر عام 2016 عمون كل بحس وحجار لحتى أرصف تحت الخيمة قدام باب الخيمة لذلك عم فوت بطياني كل ياتنا مخيم كفرنبودة عام 2017 وقائمة المخيمات تطول وتتوالى سنوات النزوح إلى عامنا الحالي وتوالت معها شتاءات قاسية متسببة بأضرار بالغة للخيام المهترئة وسكانها الذين يأسوا من مناشداتهم لتلبية أبسط مقاومات الحياة ليناشدوا بتلبية أبسط مقاومات النزوح والتهجير موجات النزوح الكبيرة التي شهدتها أواخر 2019 والربع الأول من 2020 زادت الأمر سوءا وتعقيدا حيث وصل عدد المخيمات إلى 1193 مخيما من بينها 350 مخيما عشوائيا تضم أكثر من مليون و43 ألف نازح وكان بيان منسق استجابة السورية قد أشار إلى ضرورة تلبية كافة متطلبات المخيمات وتقديم يد العون للفئات الأكثر تضررا والعمل على إصلاح الأضرار التي لحقت بالخيام على مدار السنوات السابقة طبعا تكرار الأزمة عابي هي الصير لعدة أسباب للأسف السبب الأول هو ضعف التنصيق بين المنظمات الإنسانية اللعبة تصير بشكل دائم عم نلاحظه على إن كان في فصل الشتاء أو عمليات النزوح اللعبة تصير كانت سابقا النقطة الثانية هي تدخل عمل منظمات وقطاعات العمل بسبب بشكالية كبيرة النقطة الثالثة هي الفجو الكبيرة بموضوع الاحتياجات وبين الشيء اللازم يتقدم أو الدعم المقدم نسأل عن أحصائيات أضرار الشتاء الماضي كان في عمنا ست عواصف مطرية وهوائية تضرر منها حوالي 7100 عائلة وبعيدا عن السياسة وتفاهماتها والتي فيما يبدو أنها تنتزع أمل العودة من قلوب وأذهان المهجرين شيئا فشيئا إلا أنهم أمام معضلة وكارثة متكررة وبحاجة إلى حل جذري ما يحتم على المنظمات الإنسانية أن تأخذ دورها بشكل جدي وتخفف عن النازحين قدر المستطاع إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا شكرا